سلام عمقو سلام عمقو إيوهن قالي وقدشة ماراني شعام شيحا كارثوثا اللوقة وقال يسوع هذا المثل لقوم كانوا على ثقة بأنهم صالحون ويحتقرون الآخرين صعد رجلان إلى الهيكل ليصلياه واحد فريسي والآخر من جبات ضرائب فوقف الفريسي يصلي في نفسه فيقول شكرا لك يا الله فما أنا مثل سائر الناس الطامعين الظالمين الزنات ولا مثل هذا الجاب فأنا أصوم في الأسبوع مرتين وأوفي عشر دخلي كله وأما الجاب فوقف بعيدا لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء بل كان يدق على صدره ويقول ارحمني يا الله أنا الخاطئ أقول لكم هذا الجاب لا ذاك الفريسي نزل إلى بيته مقبولا عند الله فمن يرفع نفسه ينخفض ومن يخفض نفسه يرتفع والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم هذا المثل مثل الفريسي والجابي هو موقف يسوع من العلاقة مع الله كثير مرات علاقة الناس مع الله تشبه علاقة الولاد مع أهلهم يعني يقارنون نفسهم ببعضهم ويعتبرون أنه الولد العاقل هو اللي يعمل فلان شيء فلان شيء فلان شيء والولد المعاقل هو اللي يخالف هذه الوصايا هوني بهذه القصة بهذا المثل يسوع يغير يغير العلاقة مع الله حتى لا نبقى أطفال كثير ناس يبقون في ديانتهم مثل أطفال يكبرون بالعمر ويشيبون ويبيض شعرهم بس طول حياتهم في علاقتهم مع الله كأنه أطفال هذا الفريسي طفل هذا الطفل اللي ييجي يقدم أمه وأبونه يتلوق يا ماما يا بابا سويت وفلان شيء سويت وفلان شيء حتى حتى كأنه إحنا نقول يعني ياريت كل المؤمنين كل الناس يسوون مثل هذا الفريسي يصوم مرتين بالأسبوع ينطي صدقة ويصلي أشي نريد أكثر قد يكون هذا أيضا أسلوب المسيحيين لمن يجون للقداس يعني أنا جيتوا للقداس بعد أشتريد مني إحنا ناس يروحون للقداس نسمع قداس إحنا ناس ما نتعدى على أحد إحنا ناس نعطي صدقة إلى آخره العشار هو الخاطئ بكل معنى الكلمة هو اللي مخالف بعين الناس لأنه يتعدى عن الناس يدفع ضريبة للاستعمار الروماني لأنه ما يصلي مثل البقية ولا يدباها يقول يسوع شوفوا على كلام يسوع يقول ما كان يتجاصر يدفع يرفع عيونه لفوق وكان يضرب صدره ويقول ربي ارحمني أنا الخاطئ الخاتمة هذا الإنجيل يجب أن نفكر بي يقول الحق أقول لكم إن هذا الجاب نزل إلى بيته مقبولا عند الله أما الآخر فلا ما شوي قاسي هذا الحكم مسكين هذا تعنى الفريسي وإجا صلى وكان يدباها وعمل أشياء زينة يريد يسوع دائما كعادته أنه يدخلنا شوية أعمق لأنه ممكن نبقى مثل التبعيين من غير أن نهتدي أكو فرق كثير بين التبعية لأله وبين الاهتداء إلى الله الاهتداء إلى الله ما هي أن نكون تبعيين بالعكس أن نكون مسؤولين يعني بالضبط مثل ولد من كان صغير كان تابع لأهله بس من صار شاب هو يصير مسؤول عن بابا وماما ياما وياما أكو أولاد كبروا قبل وقتهم يعني صاروا مسؤولين عن حياتهم ما بقي يحتاج أن يقول له أبونه ادرس ما بقي يحتاج أن يقول له دير بالك على نفسك بالعكس الولد يقول أبونه بابا دير بالك على نفسك لا تاكل كثير دهن بابا لا تاكل كثير ملح ماما خذي الدواء مالكي ها همن سيتي الدواء هذولي الولاد فعلا كبروا نحن يا يوم اللي نصل إلى المرحلة اللي بيها نتعامل مع الله بمسؤولية ذاك اليوم نقول اكبرنا شنو المسؤولية اللي يقبلها ويريدها مننا الله هذه يسميها يسوع الاهتداء اللي يسوي مخالفة يندم ويجي يطلب العفو بس هذا ما يعني أنه هو كنهتدى هذا يقصده يسوع من يقول أنه الفريسي ما انقبل لأنه ندم أو تاب أو عرض أعماله بس كذب لأنه أكيد ماكو إنسان كامل ماكو إنسان ما يخطي وتقريبا الله ما هذا اللي يطلب من عندنا يطلب من عندنا اهتداء أشنو الاهتداء يمكن هي كلمة شوية صعبة ما دائما نفهمه الاهتداء هو حسب ما يقول يسوع كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي كامل زي منه يقدر يكون مثل الله كامل الناس بالشارع يقولون الكمال لله صحيح بس الله كامل بس قروه الآية اللي تجي بعده يقول كونوا كاملين مثل أبيكم الذي يشرق شمسه على الأخيار والفجار وينزل مطره على الخطأ والأشهار يعني كمال الله ما هو كمال فلسفي لا هو كمال الحنية كمال الرحمة لاحظتم في بداية الإنجيل الفريسي من يصلي يقول أشكرك يا الله لست مثل سائر الناس القتل الظلم الفجار ولا مثل هذا العشار اللي يصلي زين من قل لك أن هذا العشار ما خوش هدمي شلون تعرف أنه العشار ما خوش هدمي ومنه قل لك أنت أحسن منه هذه المقارنة تأني غلط لما ننقارن نفسنا حتى الأم اللي تقول لولادها ما يصير تكونون هالشكل لازم تكونون مثل ابن خالدكم أو ابن عمتكم من شاطئ بالمدرسة المقارنة دائما تسوي عقدة موزينة يشجع الإنسان أن يكون هو الاهتداء ما أنا قارن نفسي بالناس الاهتداء أن أقارن نفسي بالله والعشار يقارن نفسه بالله يقول له ربي يرحمني أنا الخاطئ يعني أنت بار وأنا خاطئ أنت أبو الرحمة وأنا أستحق الرحمة هوني الله مثل كل أبو وأم يروح من لي يستقبل هذا الابن المهتدي التائب لأنه يقارن نفسه بالله كونوا كاملين يعني كونوا رحمة كونوا حنونين شقد ما الله رحمته كبيري هل قد لازم رحمتكم كبيري هو شنو اللي مخرب حياتنا غير القسوة غير هالأشياء اللي إحنا دم نشوفها حوالينا غير القتل والذبح بهالقسوة المرعبة كونوا يعني أنتم كونوا شهود لرحمة الله بأنه الناس ما يحاسبون على أعمالهم الأم ما تحاسب أولادها لأنه هذا عاقل أو هذا وكية أم هي الطعم مكلم ما تطبخ بس للخوش أولاد تطبخ للكل حتى إذا كان الولد أو البنت ما خوش أو كنخالفه لا الحياة هي حق إحنا ما نحمل حياتنا أو مستقبلنا بجريرة أعمالنا إحنا أولاد الله إحنا بنات الله وهذا الله ما يطلب منا إلا أن نكون رحماء مثله لأن يقول أخرج أولا الخشب من عينك حتى ترى القذى الذي في عين أخيك ما يمنعنا يسوع أن نشوف الأخطاء بالناس وأن نصلح الناس إذا قدرنا صحيح بس دائما خطيئتي ما أنساها ما يصير أقول أنا أحسن من غيري لكن نحاول هاليوم أنت أحسن يمكن غيرك هاليوم موزين غدا يصير أحسن منك كم من الخطأ كنصاروا قديسين إنجيلنا كله مبني على شخصيات ضعيفة مضعضعة بطرس الناكر زكا الحرامي متى العشار مريم الخاطئة كل هذوله أساس إيماننا هذول الضعفاء الخطأة هذا يشجعني يشجعنا حتى لما نجع الكنيسة ما نشعر مشاعر كاذبة ما الذنب ما نشعر بأنه أنا ما أستحق يا مناس يقولوا لي أنا أنا ما ما أستحق أنا ما أجي أنا كنسويت أشياء غلط مفتوح باب الرحمة الكنيسة هي كنيسة خطأة كنيسة ناس بحاجة إلى تنظيف إذا وقع الطفل بالساقي إذا وقع بالطين أمه ما تذبوا لا تغسلوا هالشكل الله يفرح هناك فرح بالسماء بواحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين لا يحتاجون إلى توبة تسعة وتسعين أكو ناس ما يحتاجون إلى توبة ما يحتاجون إلى اهتداء أكو ناس كلتنا بحاجة إلى اهتداء ولهذا بالحقيقة إنجيل اليوم فعلا يدخلنا في معنى الصلاة الصلاة ما هي إلنا فقط نحن هون هالقليلين في كاركوك نصلي من أجل كاركوك من أجل العراق من أجل الشرق الأوسط من أجل العالم كله يعني نقبر الحدود مالنا حدود بيوتنا حدود مشاكلنا حدود همومنا ولهذا انتهز هذه الفرصة حتى أشكر فريق فرنسي من ست شباب واحد منهم أبونا بيير جو حتى يشوفونا يلتقون بينا هي معضاء في هذه الجمعية اللي تزورنا كل سنة مرتين ثلاثة تعرفونه مؤسسهم فرج بنواه اللي يحبونه كثير يحكون عنه يستقبلونه منه نروح الفرنسي يتكلمون عنه ولهذا فرصة هي أن نصلي من أجله ونحن أيضا ما بس نستهلك محبة الآخرين لكن ممكن نحب آخرين اللي يحتاجون محبتنا هذول الناس اللي يمكن نشوف نفسنا أحسن منهم مثل ما شاف الفرنسي نفسه أحسن من العشار احنا ما أحسن ولا أسوأ ولا نقارن عندنا فد واحد يسوع ربنا هو اللي جاء وكشفنا أنه الله هو فعلا أب رحوم وحنون وأن عالمنا ما يحتاج شطارتنا يحتاج رحمتنا صلوا هاليوم حتى رحمة الله تنزل على إيد كل مسيحي وكل مسيحية فيصير عالمنا أكوس كثير أكوس آمين ترجمة نانسي قنقر